قبل لا تشتري هذا الهاتف وقبل لا تشتري أي هاتف ضروري جدا أنه شوف كواليتي وجودة التصنيع للهاتف من الداخل حتى تعرف أنه هل هذا الهاتف هو هاتفك المناسب اللي رح يستغرقوا يا فترة كبيرة واليوم بجا دوري حتى أفصخ لكم وأشرح لكم هاتف Infinix Note 12 بدون VI بهذه المرة بنقاط كلش مهمة وبشغلات ركزت عن Infinix برأي لي أول مرة هذا هو عامية التفكيك للهاتف بالبداية انشيل اللاسق اللي موجود بالخلف فرام الهاتف كاملة من البلاستيك ينطي وزن أخف وينطي نحاف أخف بداية هذا الباك كفر اللي موجوده منه علمات اللي ما يتكبص مات اللي لاحظت أنه نحيف بشكل جدا كبير وبنفس الوقت بمرونة عالية قد ما رح تاخذ هذا الباك كفر بإيدك وتحاول أنه أنت تطويل لليمينة واليسار ما رح تشوف به انكسارات وغارة وهذا سبب الفايفر اللي استخدمت Infinix بجودة تصنيع هذا الباك كفر اللي تلاحظون أمامكم طبعا بي طبقة كاملة من السفنج حتى تطي مساكة أكبر ثاني نقطة ممكن نسويها هو أنه نزيل بيت الكاميرات وهنا دورنا رح نتعرف على الكاميرات بشكل مقرد الكاميرات هنا الخمسين هي الكاميرا الأساسية الثانية هي 2 ميكوكسل والثابتة هي VGA ما رح تستفاد من عده البيت هنا منزيله ما رح تزيل للينز الخاص بالعدسة الأساسية ورح يبقى ثابت على فرايم الهاتف رح تلقى هواية مسامير وبراغي طبعا هذا المنفذ اللي يستقبل شريحتين ورام وللعلم أن هذا الهاتف يجي في داكرة 128 و 64 على 4 و 6 هنا دور الفرايم والشاصي اللي موجود اللي زلتب هذا الشكل اللي شوفونا أمامكم طبعا يحتوي على تفرعات كلش مهم من بين هالي أول مرة أشوف Infinix الضيف العوازل والغوالق من طبقات الربر على أنحاء فرايم الشاصي نفسه وهنا ندور حتى ينطي مساكة أكبر ويحافظ على محتويات الهاتف زاد أنه بيت الكاميرات من دخول الأتربة والغبار وبعض المياه إذا تعرض هذا الهاتف لردات الماء فقط شوفو هذه الطبقات الاسفنش اللي موجودة دائر الشاصي نفسه وهذه حركة جدا لطيفة ثاني حركة هي الهوائيات اللي وزعت Infinix على فرايم الهاتف حتى بنفس الوقت تحصل النحافة وتكون نسبة استقطاب الشبكات بشكل أعلى هذه هي البصمة الفيزيائية اللي موجودة بجنب الهاتف الشغل القوي أنه هذا الهاتف يحتوي على السماعتين أساسيات كبيرة هي تنطي دول سبيكر عكس السماعة الثانوية اللي ممكن تكون سماعة الاتصال تثبيت الكاميرات الكاميرا الأساسي عجبني الكاميرات الثانوية ما عجبني طبعا هذه الكونكترات اللي بدورها تحتوي على طبقات الربر مهيئة حتى تكون هي بيها عزل هذا البورد اللي يحتوي كل المعلومات معالج الميدياتيك اللي يجي 88 والدوكر اللي موجودة طبعا هنا هذي المادة اللي يتكون مفيد موزع جدا لطيف للحرارة ونقله إلى الباك الشاشة اللي هو من المعدن حتى يشتت الحرارة على فرايم الهاتف وهذه الحركة تستخدم مع معالجات الميدياتيك طبعا هذه الكاميرا الأساسية اللي هي 50 ميكا بيكسل ما تحتوي على بتاعته على المثبت الألكتروني دقتها لطيفة بعد التجربة الكاميرا الأوامية هي 16 ميكا بيكسل وشخصيا مقتنعة بتجربتي أما بالنسبة للكاميرات الثانوية هي 2 ميكا بيكسل والفي جي اي هذه الكاميرات أنا شخصيا ما أحتاجها وما أفضل وجودها بصراحة غير أنه هي جمالية طبعا هذا هو الانجين اللي يبعث الرجات والهزاز للهاتف اللي مكان هو 3D ولكنه كان يفي بالغرض لأنه هذا الهاتف هاتف اقتصادي هذه هي السماعة الثانوية اللي موجودة بالأسفل ولي تطيق كواليتي والساوند جدا محترم وواجهة نظري من نقاط القوة اللي موجودة على هذا الهاتف طبعا هنا عدنا الكونكتر اللي موجود بالأسفل ما بيه طبقة رابر هذي نقطة سلبي يكون طبقات رابر موجودة عليه منفذ شحنة تايب سي زائد السماعات اللي موجودة وهنا حتى ما تداخل الغبار ومياه الجسم الهاتف في حال نتعرض لهذا الشيء برأيي أشوف أنه كواليتي التصنيع هنا نوعا ما مقبول من أمفينيكس هذه هي تجربة الفتحات في أمفينيكس نوت 12 ترجمة نانسي قنقر